اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس ما بنعرف احنا كشباب جاهل كيف ممكن نستشهد ممكن تحكي لنا جميل يعني كلام رائع لا غبرة عليه هذا معناه انه كل الوطن العربي شهيد لانه كنا حطين في قلبنا وساكتين كنا واتوقع كيم كارديشيان حتكون سبب استشهاد الملايين هي وابوها او جوز امها او جوز عميتها بس المهم لكن لو فيه شخص مالوش فيه سكة الحب زيه يعني ويطوق للاستشهاد اش ممكن يعمل ركيسة لو خرجة من بيتها رايحة عملها وماتت في عملها لو خرجة بنية ان هي قصدها لجلب الرز وماتت شهيدة جمهورية موريتانيا عم تعمل مشروع عشان تصدر كهرباء كهرباء له ينصل لدول العالم والبداية هتبدأ في السنغال جميل يعني اول مرة خبر جميل في البرنامج يعني نهضة اقتصادية لما الوطن العربي ينطهد اقتصاديا كنا هننطهد معه ان شاء الله كنا منطهدين اعلنوا على بركة الله انطلاق اعمال المؤتمر الدولي الاول بس لما علوماتكم هذا المؤتمر اللي طفض فيه الكهرباء فيه رئيس الموريتاني والمسؤول السنغالي اللي رح يستورد كهرباء والشخص اللي رح يمول المشروع سأفو اليوم بدي اعطيكم درس بسيط في علم المنطق هاي موريتانيا وهاي دول العالم عشان موريتانيا تقدر تصدر كهرباء لدول العالم بدي يكون عندها هايك شرط بسيط هيك يعني صغير يعني ايش صغير يعني يكون عندها كهرباء يكون عندها كهرباء زي السعودية بتصدر نفط ليه؟ لانه عندها نفط فلما موريتانيا بدأ تصدر كهرباء بدي يكون على اقل عندها كهرباء بس هاي الشعال البسيط لو تتوفر ما في عنا اي مشاكل الفيديو رح اعرضه حاليا هو فيديو مؤلم جدا بس لازم تعرفوا ايران وتنظيم الدولة شو عم بيعملوا في فلسطين خبالتي مع السكينة زوتي شيك لا بواكية لهم بس يا زلمي هذا الاحتلال الاسرائيلي يا زلمي الاحتلال الاسرائيلي لا ايران ولا تنظيم الدولة ما انا بعرف بس عم بكذب عليهم بركي تحركوا العالم العربي والغربي لنا لقاؤنا اخر الشعب العربي بيدو دعو الغرب طول عمرهم عنصريين وطائفيين وبكرهونا ويش بتهمونا بالتخلف شكرا للمشاهد تاريلي